هذا وقد أكد وزير الخارجي الأمريكي مايند بومبيو أن رفع إيران شكو أمام محكمة العدل محاولة للتدخل في الحقوق السيادية لأمريكا ضف بومبيو في تصريحات صحفية أن بلاده ستواصل العمل مع حلفائها للتصدي للأنشطة الإيرانية في المنطقة ومنع طهران من الحصول على السلاح النووي بأي طريقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة